جواميس الراس قويه جدا لدرجه انها تستطيع رمي الاسود المهاجمه عده امطار في الهواء بل وتضربها بقرونها في محاولة لقتلها جواميس الراس والاسود اعداء طبيعيون ويمك رؤيتهم في كثير من الاحيان وهم يقاتلون فيه الواقع يعتقد ان جواميس الراس مسؤوله عن موت الاسود اكثر من اي حيوان اخر ولكن كما سنكتشف في هذا المقطع فان التنافس يسير فيه كلا الاتجاهين نظرا لحجمها الهائل وقواتها فان الجموسها سيخرج اسدا في كل مره تقريبا في مواجهه واحده ومع ذلك يمكن لفخر الاسود ان يتغلب على جموس واحد من خلال الاستفادة من قوات المجموعة يمكن للاسد الواحد احيانا يأخذ عجلا او جموسا مصابا بمفرده كما ترون لا يوجد دائما فائز واضح هنا لا نكلا من جواميس الراس والاسود سيقضيان على الاخر في ظل ظروف مختلفه لقد قلنا بتغطيه الظروف المختلفة التي ستساعد كل منهم على الفوز بالاضافه الى بعض هذه الحالة من الواضح ان الزاحف لا يعرف من هو الجموس الذي يعبث معه نظرا لان الاسود من بين اكبر الحيوانات المفترسة واكثرها فتكا في القرة الافريقيه فقد يكون الافتراض الطبيعي هوان الاسد يمكنه بسهى هزيمة جموس الراس لكن حقيقة هذه المواجهة اكثر تعقيدا من ذلك في معركه بين جموس راس واحد واسد واحد يفوز الجموس في الواقع في كل مره تقريبا هذا يرجع في المقام الاول الى الحجم الهائل وقوه جموس الراس وهو شيء لا يستطيع الاسد منافسته بالاضافه الى الميزه التي يحصل عليها جموس الراس من حجمه الضخم يمكنه ايضا يتفوق على اسد على مسافة اطول تبلغ سرعه القصوى للاسد حوالي ثمانون كيلو مترا في الساعة وجموس الراس حوالي سبعة وخمسون كيلو مترا في الساعة الاسد هو عداء افضل ويمكن ان تقلع اسرع بكثير من الجموس ومع ذلك على مسافة اطول يمكن لجموس راس اي تفوق على الاسد جواميس الراس الكاملة النمو لها ضلوع كثيفه وسميكه للغاية تعمل تقريبا مثل الدروع وتحمي الصدره والاعضاء من اسنان الاسد ومخالبه الحاده وقد يهاجم الجموس العاشب تلك الاسود المفترسه ويذيقها مراره الهزيمة